السلام عليكم مشاهدين الكرام أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج نقاش نقابي في هذه الحلقة نستضيف عبد العزيز الرامي رئيس الجمعية المغربية الكرامة لممتهني حراسة الأرصفة العمومية والحسين معنان الكاتب الجهوي لجهة ضربة أسطات لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أهلاً وسهلاً بكم شكراً بارك الله فيك السياب العزيز مؤخراً حراسة سيارات خادوا سلسلة من الوقافات الحكيجاجية بالضبط في منطقات البعليفة ما المشكل؟ المشكلة هو منهرته لرئيس المقاطعة المعارف في السي مرشيد يعني حطينا في إطار مقاربة تشاركة عدة مرسلات باش يستقبلنا باش نطريحهم معا باش نقدم مع القطاع وإلا بهوته فاجأنا تقول لك ودي إحنا في البرنامج الانتخابي ديالي بأنني وعدت الناس باش نحيير الحراس نهائياً وقد ندخل الشركة الخاصة كما تقول وراه هو دار في واحد صراحة عبر قناة شوف تيفي قل بأنني أنا نحيير الحراس ولكن قد ندخل الشركة هو دابتي تنقد من 2021، 22، 23، ما أعطاني الجديد لولو وكان عقد واحد دورة ديال كندس في مقاطعات المعارف وقال لك بأنه غادي تم تكوين واحد اللجنة ديال أطياب السياسية لكي نريحوا معهم في إطار المقاربة التشاركية ونفتحوا معهم هذا الموضوع عادي ونفكوا هذا المشكلة هذا وليس يستحق شيئاً يقضوا يعني المشكلة هو أنه مجددش معكم الرخص مجددش معنا الرخص سي الحسين، نتوقع من الأقارة يعني كيفاش تتشوفوا هذا الوضع ديال الحراس السيارات يعني لا في منطقة المعاريف لأن المستوى الجهد بسم الله الرحمن الرحيم كنشكر الأخ يوسف على هذا الحوار والبرنامج ديال النقاش نقابي وهذا مشي جديد بالنسبة لهاد القناة ديال أنفاس فريس بحكم أنه كانت هناك لقاءات سابقة مع جمعية الكرامة ولا مع الفاعل النقابي ديال يونيتين ونقشت مجموعة ديال المشاكيل ديال خاصة بحراء السيارات لكن هو أنه بالنسبة لهاد الاحتجاجات اللي جاتت بالنسبة مؤخرا حيث كانت هناك مجموعة ديال الاحتجاجات تيلة السنوات لي كما ذكر الأخ عبد عزيز الرامي كانت بعد ما أن هذا الرئيس سيد الرئيس لمعه احترامات نحن ما دناس تشي مشكين معه كشخصية ولكن على مستوى أنه في هذا القطاع المهني ديال حراس السيارات هو اتخذ واحد للمجموعة ديال الإجراءات تعسو فيها وهذه الإجراءات لي هذا هذا الرئيس ما حاول شي يدير واحد للمحاولة ديال لاستمالة مجموعة ديال الجمعيات ومجموعة ديال النقابيين في إطار مقاربة التشاركية ويدير واحد يفتح واحد لقاء تواصلي على أساس أنه باش ناقشوا المشكين من جذور دياله كما فعلت السيدة العمدة لأنه كان لقاء سابق مع السيدة العمدة في شخصية ديال نائب ديال حسين نصر الله وفعلا حطينا واحد تصور لهذا القطاع وعطينا المطالب ديالنا كالفاعلين جمعاوين وكنقابيين وبتالي أنه كان فعلا استحسان هذه المعطايات وهذا الميلف المطلبي وبتالي أنه حاله على الرئيس ديال للمقاطعة المعاريف إلا أن هذا الرئيس كيتعنت وأنه كيرفض بدعوة أنه كان هناك إعادة النظر في هذا الميلف هذا نظرا للشبهة ونظرة السمصارة ومعطيات كلها اللي يتكلم عليها ولكن معنا كجمعية دروري أنه يحضرنا ونناقشوا هذه المشاكيل ديال هذا القطاع لأننا هنم المهتمين هنم المشتغلين هنم أحرى السيارة وبالتالي أنه يجب أن نكون طارة في إطار الدستور ديال 2011 كي يحط على أن جميع الجمعيات والنقابة يجب أن تكون حاضرة في إطار المقترحة دياله يعني أنتم ماشي ضد تنظيم القطاع نعم ولكن يجب أن هذا التنظيم يمر بالحوار معكم أي دروري يعني أشنو أشنو هاد الحوار اللي غيكون أشنو هي المقترحاتكم احنا أولا المقترحات دياله في إطار المقاربة والتشرك يخصنا كجمعية وكنقابات المساعدة يجب أن يكونوا حاضرين في الاجتماع باش نقشو هاد الشي تاني يقصر حدينا يكون واحد لواحات إشهارية داخل الأزيقاء وفي الشوارع تكون معرفة باش ما يبقى حديك الفوضى وما يبقى تشعاج احنا خرجنا واحد لبيدلا موحدة وقلنا لي اودي راح نبغينا ننظمها القطاع ورجيها استحقاقات ديال الفين وخمس وعشرين والفين وثلاثين وبغينا هذا القطاع كما بغى صاحب الجلالة محمد الساديس نصار واللوؤية باش يكون بحلة جديدة رمادينا تضرب بيضا هدي ما غيبقى شو واحد لابس لي جيلي صفر ما شيبح لي لكان بالبيدلا ديالو بالبارد جيالو بالمسائل ديالو ديالو لك شي قد يعجبون هذه وجهات نظر انتم كجمعية الكرام نعم تتشوفوا بأنه البيدلا هي ولكن المشكلة ما كينش غير في البيدلا نعم المشكلة لكن واحد المشكلة كبيرة هو التشتك ديالكم انتم كان نقمين كجمعية لا لا هش حركينا من جمعية في القطاع لا 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 نوضح لك دبا انتم وفكر تكون جايين بأنه على أساس أنه راحنا غن نظموا الكطار ولكننا بينا تكون ما كيش واحد توافق لكن توافق ما عندناش لمشكل مشكلة أنا جيب لي غير واحد اللي ما موافقش نعم احنا قاعدنا هدف واحد تنظيمي فمثين يتكون بيدلا موحدة وقاعد الجمعية تكون ليست حسن بات القطاع هذه الحراسية راس وبغلت تمدي يديها يتنظم هذه القطاع مرحبا احنا لا لدينا مادي لهدف مادي لا احنا ربغينا هذا القطاع يتنظم ويدقين احنا تنخدموه معنا يعني تتافقو بأنه انت متافق بي فكرة بأنه القطاع ما مننظمش لا ماشي ما مننظمش هو اللي ما بغش ينظمه لأنه كون بغيو ينظموه يعطينا انا قلت لي يعطينا اربع شهور ولكن مش ما تعطيش رأي جديد حتى يأخذ البيضلة من اي جمعية مهتمة بالقطاع وشوف واش غادي تقدر القطاع ولكن لا هما عندهم لغاية في نفس ياقوب عندهم حواج خرعين بغين يوصلوا لها اذا خلوهم يخلوا بهذا القطاع بهذا الطريقة الجيليات وهذا العشوائية ودكشي باش يلقوا كيفاش يدخلوا الشركة خاصة او الشركة التنمية المحلية زيان انا غادي انا جنجل معكسي نعم نعم انتو بك نقابة يعني هذ نقابات ركينا بساديتا وكين مزافت النقابات المثلة ومجموش ليه معظم واش كين مخاطب دبعا انا كمسؤول بقي نخاطب هذين ناس هذو ركسي يكون عندي مخاطب واحد كجواب على هذ السؤال الاحتجاجية شاركت فيها الجمعية دي الكارما شاركنا فيها كذلك نقابة دي الونيتام دي الاتحاد الوطني للشغل المغرب شاركت فيها كذلك السيداتي شارك فيها كذلك واحد الاسمتو دي الجمعية الساند دي السعيد اللي كان ربما النقاش سابق اللي كين هو انه في اطار تنسيقية تنسيقية عندها هدف واحد شنهو هو الدفاع على دك المستضعفين شكنهم المستضعفين وما دوك الناس اللي فيها الهشاء وما دوك الناس القارضيانة نحن في اطار كانوا في اطار المطالب دينا على هده الناس اللي كين هو انه جامع إذا قالك رأي كين واحد عدة مخاطب مخاطب فالأكس هو انه اول حاجة هو انه لم يتم استدعاء لهد المخاطب الى أنا كنتكلم على قضية رئيس مقاطعة المعارف مقاطعة المعارف يسد الفيرو على جميع الجمعيات على جميع اللي هي المعارضة ومن ضمنها هي هاد الناس دينا هاد القيطاع دينا علاش انه عنده هدف هو شريك باش يدخل شريكة ويكون اكتر مخزاني اكتر من مخزان في حداته فهو يسد اي باب دينا الحوار الا انه يسد هذا الباب انا ارافضكم مبدئيا وهذا ضد السياسة كما قال الاخ الرامي على اسس انه سياسة انفتاح على جميع المكونات لاخدام في هذا القطاع والاخدام في قطاع التقافية والرياضية ولا كذا والسلح الياس الحسين ربما الهدف للسلطة المحلية على مستوى موقع المعارف تنظيم القطاع تنظيمه سنجيب واحد شريكة تنظم باش تكون امور واضحة باش تكون المسائل واش نتوم ضد الشريكة اغرى اللي بغت نوضح داب الشريكة اشنا وضور ديال الشريكة اولا وهو الصابو العاميل ما تدير المهمة ديالتي جا غير تشوف تذكير الماكيناش تدير الانسان الصابو المصالح ديال المواطنين تتعطل وتاني تفرضوا عليهم جدرام للساعة تشوف الجانب السيء من الشريكة ايه هذا يعني معطيات باش تكون نس ترى العام يعرف شنو كين هذيك الشريكة ضارة ضارة بالمواطنين جملة وتفصيل اما الحارس ديال السيارات اولا تيقول لك محتل الملك العام هو محتل شوه مراقب لانا تتخلص على المراقبة الملك العام راتيجي نسان تحط قمرة قبل تحافظ على طموبيل من السرقة او القصر او ايه ويقدم ايد المساعدة للأشخاص يعني عنده واحد دور مهم لا داعي للأدوار هذا الدور الغالب تانيا هذا الدور الغالب ديال غالبية حرر السيارات ولكن راكين بعض من السيارات راكين ديروا تعسوف على المواطنين راكين ديروا حدسومة كبيرة تكين هذه النوعة قليلة 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 كذلك نحن نحن نجنب هذا شيء قلنا لهم ديروا لوحات إشهارية مؤدان داخل الأزيق وديروا فيها التعريف هذه ثلاثة الدرام المعمول بها ورأي واحد را ما يقدرش مزان من غادي يكون هدو اللواح يتفعل وديروا انتوم وديروا جديد وفمية مترو وخلص حتى 300 درهم حساب 300 درهم و300 درهم للجيبايات سنحيد هذا هذا ما الذي يجي تدير جيلي ويقول أنه حارس في بعض المناطق هو ليس حارس نط السلطة المحلية تحرك هذه أيامات لماذا ليس ضد أصحاب القرار سيتنا إيدي الرخص لا ضد هذو اللي تلبس جيلي ويقوم بتساسس ومعنجم ترخيص أما اللي عندهم القرار هذرنا مع الصلوطات المحلية نعم صلوطات المحلية هذرنا معهم تفهموا الوضع دينا قال لنا ما سيكون غير الخير هذو الناس اللي ما عندهم القرار دينا والمسائل رح سعتحيدهم ولي عندهم القرار ديالهم لا تسوى الوضع ديالهم هنا قلنا رأسنا مؤسسة الواسطة المملكة ديال سيدنا اللي كانت معروفة بديوان المظالم ورأس رئيس مقاطعة المعارف وجاء قال لك هذو تكون واحد تشكيل اللجنة من جميع العطياب السياسية قلنا لي مزي وقال نستقبل الجمعية وغاد نريح ونفكو هذو المشكل هذو وإذا بي حنا صيفتنا لعود الثاني بناء على نزاع تسويق ما تازمش نهائيا ولكن سمح لي واحد دقيقة عاود رأس الواسطة المملكة غايت تأخذ الإجراءات في الأحق ديال وفي الأيام قبل سيد حوسين لبنتم أنا بغيت نقطة ديال الشركة لتما موقفكم من هذي الشركة موقف طبعا نحنا موقفنا راهبين وأن نحنا ضد مؤخرا كما قلت سابقا وأن حصيلة هذه الشركة طيلة الفترة لانتيدات ديال على الصعيد ديال الدار ريضة محقت حتى شيء ولو أدنى شيء ديال التنمية وساهمت في الجبايات على مستوى الجبايات نحاول ندير واحد رافعة لا تميته نو تكون رافعة اقتصادية لأن كان هذا والهدف ديال الخطاب الملكي ديال سيدنا اللي كان جلب ضار بيضاء وعلى أساسه أنه تبنات هذه الشركة لأنها كانت فوضى وكما قلت كانت مجموعة من السيلبيات ولكن أجدرت هذه الشركة بمعنى حصيلة هي حصلة ديالها هي بمعنى الدليع لذلك هو أن لأن المجلس الأعلى الحسابات دخل على الخط وكانت ديالنا لدينا موقع صوت الجارديان حرات السيارات للشركة ديالتنمية وبالتالي أنه وجهنا رسائل إلى جهات المعنية بالأمر سواء سلطة محلية ولا لثمت وزارة الداخلية ولا غيرها على أساس أنه تدير واحد الفحص ديال المداخل والدين مقارنة بينها ومن مداخل حرات سيارة والدليل لذلك هو أن مؤخرا الولي سي محمد المهيدية مشكورا أنه تأخذ واحد القارار على الأساس أنه يبدل الشركة ديال تنمية ديال البيئة بدل تنقل بدل غير من المسؤولية وكي لا بدل بحيش الشركة تصاب لا هذا هو اللي بغينا وأنه مداخل لأنه يوقع ده في نفس المشكيل وكانت مجموعة ديال الوسائل المعتمدة والآلية المختلفة اللي كتأخذ لهذه الشركة هي نفسها اللي ستأخذ ها جمعية شركة تنمية ديال النقل ونقع في نفس المشاكين لماذا لن نحن لا ندير واحد لحل هو أنه أول مراعاة الضرفية للراهنة لأنه حسب المدوية السامية ديال تخطيط أعطت واحد تقاريرات مؤخرا على البيط على الارتفاع النسبة لفضيل هذه الحكومة الراهنة المشاكين اللي كنشوفها فنحاول نحضره هذا الوضع الراهنة نحضره بشناكش نعم بشناكش هذه المشكلة ديال الحراس للسيارات لأنه قطاع من ضمن قطاعات أخرى ليخص تهيكل وخص إدماج وخص مجموعة ديال الحلول فاللي كيف أنه هذه الشركة رائعة لماذا بالضبط أنك موفرت لها جميع الشروط للإمدادات والآليات والوسائل وكذا في الوقت اللي همشتوا الدور ديال هذه القطاع الآخر اللي هو الحراس سيارات القارديان اللي كنتكلم باللغة للشعب هو أنه القارديان والقارديانات علاج بالضبط همشتهم وبغيتوا تطحنهم لا ما يمكن خاصنا نحاول كين جمعيات لإخدامك كجمعيات كرامة وكين مجموعة كين نحظ نحظ بغير نكمل الفكرة اللي يزدك بخير لكي نوصل للرسائل ولوخص رسائل والإخدام الله يزدك بخير سوف نأتي لها لأمور مهمة نحن الرسائل منها سندخل المحور الأخير ديالنا هو هل هو الرسائل اللي بغيتك كيف مقتراحتكم نحن لا بغيتوا الشركة تدبيل مفهور كيف مقتراحت لك نحن قلناها ونحن نعودها نحن نعودها لنبخص المشاهدين سنعودها هل يعطيتها السلطة قلنا ما هي المقتراحات المقتراحات ديالنا هي أولا الرئيس يدير لوحة إشهارية داخل الأزقة معرفة فاهمتيني باش نحييد لذلك المشكلة لديها الخمسة درام عشرة درام يعني يحدد واحد طريفة ثانيا ما يعطيش جديد حتى يأخذ البيدلة لأن البيدلة لصوبنا نحن متكاملة يعني في المستوى الرعب في المستوى ديال مدينة تضرب هذه أمور تنظيمية تنظيمية يعني في شكل الحراس مقتراحات باش ريحوا معها لكن هو مصادر مقربة منه تتقول لك بأنه لم يبقى عنده التفويد ديال إذا لم يبقى عنده التفويد أو لأ عند مجلس المدينة قد يتوجه عند حسين نصر الله لأنه هو النائب المكلف في تدبير مواقف السيارات ونقشه مع الموضوع ولكن هو يقول لك بأننا سندخل شركة نقشنا هذا دوزنا أنا أحترحاتكم هل نستمع السلطة نستمع المسؤولين هل نريد الشركة تدبير المفور ما سنفعل تصوركم لتنظيم القطاع هل نعطيكم جمعية كرامة لا هل نفعل هل نفعل تنظيم القطاع هل نفعل في هذه القطاع المستعدة تعطي الله وتخدم بهذه القطاع مرحبا بها نحن لا نفعل مشاكل مع جمعية لتتعلم بهذه القطاع تأتي غير ما سنصل لك هو يقول لك هل نقشنا هل نقشنا هو كمهانيين كما نزيد بهذه القطاع هل نفعل سنفعل القدار لا يمعطي الجديد ساحتي يأخذ البيض لديهم يأخذ اللوحات الإشارية معرفة ونحن سنقوم التقنية وتطير الحرة السيارات يعطينا القاعة لأننا حبس لأننا القاعد إذن هذا التصور نحن التصور نحن التنظيم فهمتيني محل شكرا سيد حسين بالنسبة نحن تصور كنقابة كفاعلين نقابيين وكجمعويين وأن أول حاجة هو إعادة ثقة التي هي مغيبة إذا كان ثقة مبين هذه الجمعية الكرمة ومجموعة في إطار تنسيقية بين قوسين لأننا نشغل في إطار تنسيقية تنسيقية كما كانت على الموازات تنسيقيات في وزارة الصحاف وتعليم ركش مؤخرا أنه تم تجاوز النقابات على مجتوى تنسيقيات وبالتالي أنه القاعة الحلوة هي الحمد لله بعض المشاكل التي كانت وخاء أنه كانت معويصة ولكن تم تجاهل وتم الحل في نفس الوقت لكن هو أنه إعادة ثقة أول حاجة هو أن المشكل لدينا هو أن نكون واضح لا نكون نتكلم بلغة الخشب وإنما هي لغة واقعية وأن منك تكون انتخابات هي السلطة لا بد أنها تراعيل الشخصية وكفاءة لذلك المنتخب لكن هو أن عندنا حاليا أنه منك تغيب هذه الكفاءة وأنه الرجل المناسب في المكان مناسب أرى كتولي تدعية ذلك لكي نكمل لكي نكمل تدعية لها لا لا سوف ندخل معايات المنتخب لكي نوال البروفي أنا سألتك سؤال واضح سؤال واضح كما قلت كما قلت هو إعادة ثقة ولكن المخاطب الذي سنخاطبه رجل في الكفاءة لا يكون في إطار تواحل توافقي في إطار الحقوق الواجبات هناك حقوق كنقبة لدينا حقوق المنظمة من هذه الحقوق هو أنه يجب أن يعطي الناس الرخص لأنه الرخص صادر ليس عفج الولايات بالعكس هي تاريخية لذلك أول حاجة كما قلت تكون ثقة وتعطي الناس الرخص ومنك هذه الرخص هي مفساح ومقدمة على أساس أنه البرمجة ديال المطالب ديالنا الأخرى اللي ستجي من بعد المطالب ديالنا هو أنه أول حاجة هو أنه يعطينا تمتيلية ما معنا تمتيلية كمنتخبين عندهم تمتيلية على مستوى المقاطعات والجماعات الحضارية والمؤسسات الأخرى فلا بد أن تكون هذه الجمعيات ستكون عندها تمتيلية في إطار مخاطب واحد نعم نحن نخدم بعض في إطار تمثيقية وراء في إطار توافقي في إطار مقاربة تشركية نعم أي ديمقراطي تعددي كما قلنا نحن نحن من جميع الهيئات وجميع النقابات وجميع الفعاليات هذا هو الذي يقول لكن هو أنه إلا 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 تقف هذه الناس راحنا غادين إحنا ما دين يضل لكن هو أنه كما قلت أنه هذه الناس منك تعطي أنت الشركة فشن نرجع تعطي هالمؤهلات رأنت كتحرم نحن من هذه الناس والتدعية دياله هو اللي قلت أنه هذا واقع لأنه ربما هي حالات شادة هذه حالات شادة أثرت على الصورة العامة لأن تشتغل في القطاع لكل الناس تحترمهم ونقدرهم ونقوموا بإمكانهم مهم مجموعة ونفضل لأن نفضل ما هي الرسالة الأخيرة التي ستوجهها سيئب لازيز العمدار والسلطة ما هي الرسالة الأخيرة أنت كممتين للرأي جميع المغربية كرعمال المتيني حراسة الأرصفة العمومية شكرا لك يوسف آخر رسالة التي ستوجهها هو الرئيس المقاطعة المعرف لكي يفسح معنا واحد اللقاء في إطالة المقاربة التشاركية ونوضع النقاط على الحروف وراء القطاع هذا كان وعد ستشهر ستشهر لا يبقى لجون يدور نهائيا فمتين نقول هذا سيد حسين رسالتك الأخيرة رسالتي هو أن هذا الرئيس المقاطعة المعرف الله يهديه وأن يتق الله فهذه الدروش فهذه الناس المساكين هذو الناس عندهم رخص الامتياز اجتماعي والوضعية ديالهم كان فيهم المرضى كان فيهم الأرامي كان فيهم اليتام كان فيهم مجازين رفهم مجازين مجازين معطالين راحتهما ديمن هذه الخانة ديال هذه الناس فعرف أن كراها هذوك الناس اللي كانت تعمل معهم رمش هذوك الناس ديال القارديان اللي كانوا سابقا نبما عادي لا خصوا يتق الله فيهم وخصوا يفتح باب الحوار وأن المدار كمنتخب رمش كرئيس على واحد الفئة والجمعية لأيام المقربين بالأكثر هو رئيس على جميع الساكينة وجميع القطاعات وجميع الفئات وجميع الهيئات بسمكم يفتح ربيت كان يقول نحن يمكسب دياله لكي يكون هناك لماذا لأن معطلة أول حاجة هو قضية الالتزام بالواجبات هذه القاردينار يخلصوا خلصوا في 21 و22 و23 و24 فضيع لأ تمت الجيبايات رسالة واضحة وقضية الله يزدك بخير هو أن الحملة الأخيرة التي كانت ضد القاردينار فهي خصة رعي أنه كان هناك ناس الذين عندهم الرخاص قانونية لا يريد أن يتمثل والناس الذين لم يكن ذلك فينظروا في شأنهم هذه رسالة وأنه لا يقع العشوائية وكان وجه الوالي محمد المهيدية كذلك لأنه جميع الطالبات التي تضع في المكتب من أجل فتح النقاش وفتح الحوار وأنه يحاول يستدعي هذه الفئات التي هي مهتم به الشأن واضحة بسمكم مشاهدين الكرام نشكر سعد العزيز الرامي رئيس جمعية المغربية الكرامة لممتهين حراسة الأرصفة العمومية سيد حسين معنان كاتب جهوي جهة البيتستان لنقاب الاتحاد الوطني الشغل المغربية الله يزدك بخير على الدواء إلى اللقاء مشاهدين الكرام اشتركوا في القناة